مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية نجاح النهاردة الحلقة مختلفة جدا مميزة جدا غالية علي أنا بشكل شخصي لأن الديوف اللي معايا ضيوف مميزين بالنسبة لي قوي النهاردة معايا مركز من أكبر المراكز اللي موجودة مش هنقول في مصر هنقول في اسكندرية والفكر فيه أنه هو بدأ يعمل سيد في وقت قصير جدا يمكن مثلا من كام سنة ما كناش نسمع عن المركز ده ولا نسمع عن الدكاترة اللي موجودة فيه بقول لكم الكلام ده علشان أنا مجربة المركز بشكل شخصي مجربة الدكاترة اللي فيه بشكل شخصي من مميزات المركز ده إنه هو مركز متكامل يعني أنا لما بكون مريضة وبروح أنا فيه كل حاجة هناك أنا عندي الدكتور أكتر من واحد كمان أختار الدكتور اللي أنا حابة أكون موجودة معاه ولو الدكتور ده عنده ظرف فأنا فيه بديل ليه موجود طول الوقت عشان ما يحصل ليش أي درم عندي المنزار الخاص لو أنا محتاجة حاجة تشخصية عندي السنار عندي الفور دي عندي دكتورة التغذية اللي حتى وقت الحمل بتتبعني وتشوف أنا حالتي عاملة إزاي في حالات بتكون محتاجة إن هي تخص أو تدخن أو أي إن كان عشان تساعد في العلاج فدي موجودة حتى بعد الولادة برضو برضو دكتورة التغذية بتكمل معانا الجديد إنه بقى فيه معمل كمان عشان ما روحش في أي حتة يعني أنا دلوقتي في كورونا فأنا مش هتنقل في حتة أنا هروح المركز ده أعمل كل الحاجات بتاعتي وادخل للدكتور وروح بيتي ناقص بس إن شاء الله قلت العملية بإذن الله وكده يبقى أول مركز متكامل المركز طبعا نضيف جدا معقم جدا من قبل الكورونا أنا كنت بروحه ويعني لحد دلوقتي بروحه المركز معقم جدا كل الدكتورة اللي فيه محترمة جدا وشاطرين جدا وبيكملوا بعد طبعا أنا متضايقة جدا إن النهاردة كان مفروض يكون معانا دكتور عمري منسي بس طبعا لإن دي ضريبة إن إحنا نكون دكتورة إن هو للأسف في حالة يعني حالتها الصحية كانت تعبانة فكان لازم حد منهم يتنازل ويكون موجود جنبها وطبعا دكتور عمري منسي مشكور وإحنا متضايقين إنك مش معانا الحلقة دي بس إن شاء الله إن شاء الله تتعود الحلقات اللي جاية معانا تجربة طبية فريدة مش عايزة أحكي أنا عنها عايزة الدكاترة هي اللي تعرفنا بها معانا النهاردة دكتور عمري جعفر أخصائي أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري والمناظير الجراحية زيك دكتور الحمد لله أنا سهلا ودكتور أحمد عزة خصائي المناظير الجراحية النسائية المتقدمة وتأخر الحمد زي حضرتك منوّرنا الله يخالي كده بنورك أنا بشكر حركة الأول يعني على الاستضافة السعيدة دي وإن إحنا الشغل واخدك مننا مش عارفين يشوفك بقى لنا زهرين تلاتة بس يعني النهاردة إحنا قويس إن إحنا تقبلنا نتطمن على حضرتك هو مبسوط جدا جدا بالاستضافة الجميلة دي جدا جدا يعني الدكتور عمر هو دكتوري الخاص يعني يقوم في باس كتير ما تعرفش إن أنا حيبل علاك لا لا دكتور مش باين علينا الحمد ولا حيبان مش عيبان خالص فهو الدكتوري الخاص وبجد إحنا معروف عندنا في حكاية نجاح إن مش أي حد بيكون موجود لازم يكون عامل حاجة مختلفة ولازم يكون بجد حد مصدر ثقة فطبعا دكتور عمر يعني مش محتاجة نتكلم عنه يعني سيتك الحمد لله معروف في اسكندرية كلها الله يخلي جدا شرف اللي التجربة المختلفة اللي أنتوا عاملينها مش موضوع إنه هو مركز متكامل وبس لا ده حاجة أكبر من كده تجربة من برد جيت حضرتك طبقتها هنا إزاي إحنا أنا لما تخرجت خلصت الكلية بتاعتي وبعدين طلعت دراست في الولايات المتحدة الأمريكية وقعدت أربع سنين وبعدين رجعت تاني مصر وبعدين طلعت فرنسا عملت زمالة في المناظير فخدت التجارب حاولت أن اللي أنا أعرف أخده واستفيد به من بره اللينا في مصر وقتبقه بفكرة جديدة إحنا الحمد لله كدكاترة وقتب في مصر يعني الحمد لله كلما تقدمين جدا جدا وعن تجربة ويمكن يعني متقدمين أكتر من بره كمعرفة الدكاترة وشطارة الدكاترة والمهارة الطبية فكانت تجربة بس في النسا اللي فرق إن إحنا دايما دكتور النسا في مشكلة كبيرة إنه هو بحكم التخصص بتاعنا إن أنا ما عنديش مش بعرف أختار وقت شغلي يعني أنا ممكن ما فيش حاجة اسم أن أنا أجز جمعة وسبتة مثلا باي أي دكتور تاني ما عنديش الرفاهية دي ولا إن أنا أطلع في الساحل في الصيف وأقول إن أنا حقف الموبايل لأسبوع مش هارجع تاني لأن ها يعني هادي النقط يعني النهاردة أنت واخدين مني الموبايل يعني إيه بقول دي غريبة إن أنا حيتقفل لوقت البرنامج فيها الفكرة كل إن إحنا كان بره بيديما دايما مراكز النسا بيبقوا دايما مجموعة دكاترة مع بعض عاملين تيم بحيث أن كل دكتور يبقى شغال في يوم معين والدكتور تاني يقصده شغال في العمليات واحد موجود في العادة واحد في العمليات بحيث أن إحنا لو حصل أي ظرف طبيعي لأن إحنا بشر نتعب نسافر أي ظرف يحصل يبقى الدكتور موجود لأن المشكلة الأساسية عند دكتور النساء دايما أن أنا زي مدام كريستينا جت أهي عايزة تولد وعايزة دكتور عمر والمهاردة أنا الظرفة ما مش موجود فإيه اللي هيحصل فبدأ الطبيعي أن أنا أقول ليه معلش أنا أسف مش موجود فهتروح لأي مستشفى وأي دكتور تاني تبقى مش متعود عليه مش مسألة حاجة ممكن يبقى دكتور أحسن وأفضل بس الفكرة أنه مش دكتورها يعني مش متابع حالتها مش عارف التفاصيل إيه ولا إيه المشاكل أو إيه الموجود عم ده دقاء مدام كريستينا فبالتالي بتبقى هي دي ده أوحش خبر لأي واحدة متابعة حاملها تسع شهور وفي الآخر عايزين دكتور مش موجود وفعلا أنت كده بالنسبة لها عن تجربة يعني الحالات كأنك رمتيها وحطيتها أوحش وضع في حياته فإحنا الميزة عندنا الحمد اللي إحنا طول المتابعة وطول الوقت بتبقى متعودة أن هي تبقى معاها مع دكتور عمر سواء أنا أو دكتور عمر منسي أو دكتور أحمد بتحد في إمكاني دايما بيشوفها ومتعودة أن إحنا تيم متكاملين يعني أنا لو جيت وحضرتك مش موجود فأنا مش لازم أستنى البكرة لا خالص ما هتخلش للدكتور عمر منسي حيبص على حريك وحيبقى عنده التفاصيل على السيستم موجودة بكل حاجة حتى إيه لو إيه حتلاقي عارف حضرتك إيه الأكلة اللي أنا منعك منها مخصوص لحالتك المعينة أو إيه الدول فلالي اللي أنا منعه عشان عندك حسانة منه كل تفصيلة مش محتاجة بقى مدى كريستينا تدخل تقول أصلا أنا الوضع التاني من أول يوم جديد ونفضل نحكي لا هي عارفة وحتستغرب وحتتتخضي من النقطة دي إن احنا بنكمل لبعض وموجودين مع بعض بقى الميزة التانية الخبرات كل واحد بين الخبرات ونتبادل الخبرات في العملية احنا بنشتغل مع بعض كل الحالات غير الولادات بقى عندنا جراحات الأورام وجراحات المناظير والحان المجهري فبنتبادل الخبرات بتاعتنا مع بعض لأنه هو الفكرة برا مصر إن احنا بنعتمد دايما على تيم وورك وإن احنا نبقى مش احتقار للحالة هي أيوة ولازم نتبادل الخبرات ولازم نعمل برينستورم ولازم ندرس الحالة ولازم زي ما بيحصل في أي حتة إن احنا نبقى عادين الحالة ناخد فيها قرار بزيات الحالات اللي بتبقى مستعصية وصعبة عشان كده احنا مشهورين في المركز عندنا إن احنا بنتابع الحالات الأورام وحالات الحامل الحارج بتجيلنا لأن احنا الحمد لله والشكر اللي بنعرف نشخصها بدلي وبيبقى حالات جتيرة أو بتجيلي تبقى لمجرد إن هي مغيرة دكتورها أو مرتاحة في المكانة اللي متابعة معي وتيجي لي أو لدكتور عمر أو لدكتور أحمد اللي بتتابع معنا وتلاقي إن احنا نكتشف عندها للأسف بتبقى شوية مشاكل هي مشواخدة بالها منها وبعتذر لها إن الأسف إن أنا بقول لها الخبر ده بس هي فعلا جاية عندها حاجات هي مش مكتشفة خالص من قدر إن هي مثلا ما بتعملش تحاليلها ما بتعملش متابعتها ما بتعملش الأشعة المزبوطة في الوقت المزبوط فبتبقى يعني إيه بداية التعارف إن إحنا اكتشفنا المشاكل دي لإن الحمد لله إحنا بنكمل بعض أكتر بالحد وتخصصات مختلفة أيوة فدائما كلنا لا ينور عن الحضر فهي دي الفكرة يعني فهي الميزة الأساسية في اللي إحنا عاملينه إن إحنا تيم متواجد 24 ساعة في 7 أيام لو حد مش متواجد في الثاني موجود بتجيب لي هدية بتلاقي جايبالي أنا ودكتور عمر ودكتور عارفنا كلنا إحنا فعلا عيلة إحنا فعلا عيلة وتلاقي في الآخر واخد علينا كلنا وحالات الدكتور عمر اللي ما شافتنيش أو حالات اللي ما شافتش الدكتور عمر عارفنا وحفظنا من صورنا من العيادة فإحنا متواجدين طول وقت بنحاول نحط الأشعة الفور دي والمعمل والدكتورة التغذية وكل ده اللي أنا بحاول أخلي أحضرتك بس أريحك على قد مقطر وأجيب لك أحسن الخبرات وأحسن الطباء في كل الفروع دي يعني أحسن معامل موجودة أحسن دكتور بأشعة ودكترة أشعة تيم كامل ودكتورة التغذية نفس الحكاية فإحنا بنحاول نوفر عليك الطلوع زي ما قلت كده حريك نقص بس قدة العملية بزبت كده وما نطلعش بره يعني كامل حاجات برضو لطيفة جدا لما كنت بروح عمل فوردي فدكتور عمري يقولي لا والمرة الجاية نعمل عند دكتور مختلف هو عنده وده يشوف حاجة وده يشوف حاجة مش فكرة أنه هو واحد وده بتاعي وما حد يش يجي جنبه لأن احنا قصدين برضو تيم الأشعة اللي عندنا ده كترة الأشعة متخصصين كل حد متخصص في نقطة أكتر من التانية فدايما هتلاقينا كل واحد على حسحة بحالته هتلاقينا أنا بقول لها وناخد رأييي دكتور أشعة التاني وهناخد رأييي كذا وحتى حالة جاتلي أقول لها خش الدكتور عمري منسي لأنه لازم ناخد رأيه فيها لأنه هو متخصص في النقطة دي أكتر والعكس صحيح فده حاجة موجودة عندنا ومشي حركة ومنخفش بقى يعني نسرق بعض بقى نسرق الحمد لله شوك اللي ما عندناش ايه صاحبي والحاجات الموجودة في السوق دي لا الحمد لله أولاً إحنا لازم نؤمن كلنا إن الرزق ده تعربينا وهو مكتوب لعمر أو أي مكان مين حيوصل لنا لو إحنا مستخبين من الرزق حيوصل لنا نقطة تانية إحنا جربناها فعلياً وواقعياً لأن ممكن حد تاني يقولك ده أنتو مفيش ده كاترة يفتحها في وش بعض عياتين لأ إحنا في نفس المكتب يعني أنا بعض عن مكتب الصبح في نفس المكتب آه يعني أنا بقى موجود الصبح دكتور عمر بالليل والعكس صحيح والحالات بتدخل بتسأل هنا وهنا وبعد شوية لما بيبقوا المكان بنبقى دكتور النسب يقضي من دكتور العيلة فتلاقي عيلة تملة معنا فبعد شوية بيبقوا عارفين وبعد شوية حتى تيجوا هزروا معنا الستة تيجي تتابع معي وأختها تتابع مع دكتور عمر مانسي وهكذا ده عادي خلاص بتتابع وبتجرب هنا مرة وهنا مرة وهنا مرة وتحب فهي الحمد لله هي إحنا همنا بس إن إحنا نبقى محاول نعمل أكتر رعاية طبية ممكنة ومحترفة ونحاول نوفر الخدمة بقى أسهل شكل ليكو ولينا برضو ولسه إحنا ممكن نكمل يعني ممكن يبقى في دكترة أكتر وحاجات أكتر آه إحنا التيم بيكبر يعني الحمد لله مع التيم كل شراء آه إحنا دلوقتي تلاتة في التيم مع دكتورة التغزية مع دكتورة الأشعة فترقيبا إحنا عشر أطباء في المركز ولسه المركز ممكن يكبر أكتر وأكتر كل اللي حنلاقيه إحنا أنتوا محتاجينه مننا ونقدر في إدنا نعمله إحنا زهزين يعني آه يعني إحنا زي ما بقول الحقيقة إحنا كان عندنا دكتور أطفاله لما التجربة يعني ما كملتش في عادي عملناها فإحنا على حسب ما الدكترة أو الحالات بيطلبه أو بيحصل أي حاجة من الأجديدة بنعمله يعني إحنا الحمد لله open mind زي ما بقول فمتقبلين التجربة والاقتراحات الجديدة بنعمله يعني بجد هي تجربة رائعة بجد عن تجربة يا جماعة بأمانة فعلا من أحسن المراكز من أكتر الدكترة الأمينة أمينة دي بقولها لأن أنت ممكن تقولي على دواء معين مش لازم ملهوش لازمة آه الناس كلها بتكتبوا بس ده ملهوش لازمة ده مش هيفيدك في حاجة دي حاجة أنا عمري ما شفتها لكن أنا مش أول حملة فطبعا أنا شفت ده سؤال الساعة أنا حامل وفي كورونا والمعروف إن أنا أقل مناعة من غيري الأسوأ أصلي كمان قالوا اللي عندهم جيوب أنفية معرضين أكتر فأنا جيوب الأنفية بازت واللي عندهم حساسية معرضين فأنا جايلي حساسية وأنا أساسا معرضة إن أنا جيلي اكتئاب يعني أنا قريدي هرموناتي بايزة فأنا دخلت في موض اكتئاب رهيب تمام إحنا معرضين قوي كده يعني أنا ممكن يجيلي وإنا قاعدة في إنشاء كورونا إحنا معرضين وهي الفكرة كلها إن بس يعني الفيروس بتاع الكورونا هي حاجة جديدة بقى أنها 3-4 شهور فما فيش كلام فيها مؤكد يعني مش حارف أقول الحريقة حاجة مؤكدة بس للحد دلوقتي في الثلاث شهور اللي وصلناوله من الخبرات أو الدكاترة ومنتبذل على كل دول العالم عمتا إحنا لأي سيدة حامل هي مناعتها بتبقى متغيرة يعني أقل من الطبيعي فبتل حتى عشان كده من غير كورونا في العادي حارك لو قدت ما حد عنده دور برد بتاخده أسرع بيجي لنا دور التهابات أسرع من العادي أي حاجة بتجي لنا أكلنا أكلة مش كويسة بيجي لنا منها بسوء نتعب أكتر من العادي إذن ففي الكورونا إحنا بنخاف عليكم أكتر من العادي لأنها ممكن تنتقل الفكرة في الكورونا إحنا مش بنخاف على الكورونا عشان الحمل يعني بنخاف عشان صحة الأم لكن يعني أنا مش عايز الأم تتعب أو تدخل في عواقب يبقى تؤدي إلى انتهاء الحمل وفي نفس الوقت حنقول الحمل ربنا حيعوضه لكن الفكرة أن الأم نفسها متتعبش تقدر تقول فعشان كده ما ينفعش لما إحنا بنطلب من الحالات هي الحاجة الوحيدة هنا لازم نطبق قعدة الوقاية خير من العلاق يعني أنا مفيش علاج للكورونا فعلا فإذا يبقى هي الوقاية اللي خير من العلاق فلازم أقي نفسي وخصوصا أن طرق الوقاية سهلة أنا مش بطلب من حالك تعملي حاجة معينة أو تخدي دوا معين لا أنا بطلب بس تعوضي في البيت أو تبعيدي social distancing يعني أنا عايزة بعد عن الناس شوية ومش بنقولك بقى بعيدي عن كل الناس لكن يبقى محكوم على أن البيت والولاد على قد منات لأن أنا برضو بطلب من الحالات وبلاقي في الآخر مفاجآت أن الحالة تقول لي إيه أنا قاعدة في البيت يا دكتور هو زي ما قلتلي فتكلمني تسألني سؤال أليه جنبها عشر أفراد بيتكلم وقول لها أنت فرح أخي طالع وروزي باشي تقول لي أصمالشنا نهاردة عاملة محشي بقى فعزمة الناس كلها عاملة كيكة فهي النوطة فعلا الحكمة أننا ما نقربش وما فيش حاجة اسمها أن فلان شكله كويس فمش معدي أو ما عندوش كورونا هي الفكرة أنها ممكن تيجي للناس وممكن ما يظهرش عليها الأعراض ولا السخنية ولا الكحة ولا الزور فبالتالي أو ممكن حتبقى حتظهر بعد كام يوم فما فيش حاجة اسمها أن أنا أآمن أن ده شكله كويس أو شكله طبيعي فما تقلقش يا دكتور فالنقطة الوقاية الحاجة الوحيدة أن احنا نقض في البيت ولما نتحرك مع الناس حنلبس كمامة اليومين دول لأن كان الأول بيقول ما لا ينتقل عن طريق الهواء بقوا يقوله شوية منظمة الصحة العالمين وبينتقل عن طريق الهواء بس الناس الأكتر خطرا هو الدكتورة وبالذات الدكتورة اللي بيتعاملوا في العناية مع الحالات لكن احنا بقنا نقول عشان الحامل منعتها قليلة فحنعمل وقاية أكتر فحنقول لها البس كمامة على طول طول ما تتعاملوا عن الناس أساسي يعني ولازم طيب مش لابسة كمامة يبقى هي السوشيل ديستانس جنان لازم يقابيني وبين اللقدان متر ونص المترين زي ما أنا وحضرتك قاعدين ولو حد عطس في المكان أو كحة أو كده لازم أبعد في المكان لأنه حيقعد الفيروس في الهواء أطلع في ساعتها أه لأنه حيقعد في الهواء فترة طويلة مش زي ما الناس فاكرة بيقعد ديئتين ويقع أه يعني مطلعش ومدخل أه ممكن يقعد خمس ست ساعات في الهواء فلهذا السبب ناخد بالنا والوقاية التانية بقى الكحول والكلور بس كل حاجة لمكانها الكحول مش لجسمنا الكحول ده للأسطح وحنعمله مخفف والكحول اللي لأدينا مش يقولش عشان هيعمل لنا برضو حرق في أدينا والكلور للحامل مشكلة كبيرة جدا عشان مجلكيش حساسية الناس كتيرة قوي يعني من الكلور بيجي لها حساسية في صدرها لا وصدرها هيك تيجي للكحة فتشكي بقى أن عند الكورونا لكن هو من كتر الكورو ما بنستخدمه وناخد بالنا وإن إحنا يعني هو البعد عن الناس وإن المشتريات والحاجات أي حاجة بتيجي من بره البيت لازم نتعامل معها كأننا عليها كورونا طيح هننضفها وحنعمل العناية أو الرعاية المناسبة لها قبل ما نتعامل مع الحاجة بس في هذه الفكرة لفترة مؤقتة والحمد لله والشكر الله احنا في مصر الأمور الحمد لله مسائطة عليها يعني الحمد لله والشكر الله أحسن بكتير من بره بس دي نقطة فهي كان في نقطة بس كنا لسه متكلمة الدكتور أحمد عليها موضوع أنه هل في حاجة مؤكدة أن البيبي ينتقل له الفيروس من الأم فهو الدكتور أحمد كان لسه بيقول لي على الموضوع ده أنه هو أرى حاجة كده فهيقول لنا عليها بقى هو يعني لغاية دلوقتي زي ما قال دكتور عمر وعشان الموضوع ريسنت فما فيش حاجة أكيدة ولكن ما فيش أي حالة أثبت أن هي بتنتقل من الأم إلى البيبي عن طريق المشيمة أو عن طريق الدم أو كلام ده وحتى الحالات اللي هي جالها بعد العملية فإحنا برضو ونقدرش نحكم عليها إذا كان هو البيبي ده خد العدوى دي أثناء العملية في قط العمليات ولا خدها في الحضانة ولا أخدها لما كان مع الأم مثلا تحت في الأودة بتاعتها بره خالص عمش عارفين المصدر لحد دلوقتي بالزبط فإحنا بقى دي فكرة أن الوقاية فعلا خير من العلاج ناخد بنا كلام من ده نحاول نحافظ على صحة الأم لأن صحة الأم لما تتأثر عن طريق كورونا ده هيؤثر على البيبي برضو زي مثلا الحالة أول مشهورة اللي جنت في اسكندرية أو أيلو ده لا هي الحالة حصل لها ولادة مبكرة فالبيبي اللي نزل في الشهر السيد ده توفى بس مش من كورونا هو توفى من الولادة المبكرة بس كده يحنا متخيلين كل ده أنه هو جاله كورونا عشان ماما عندها كورونا لا هو الكورونا لما بيؤثر على الأم الأم صحة الأم بدورها لما بتتأثر بتأثر خلاص على البيبي فبلادة مبكرة والموضوع بيانتح طيب يعني طمنتونا دكتور لحد ما كان دكتور عمر لست بيقول لي أنه في حالات بتبقى بقالها 15 سنة أصلا ما بيجيش العيادة وخلاص هي جاية بقى الأسبوع ده والدكتور نفسه بيقولهم امشوا يمكن حتى لما باجي أروح يقول لي يا أول العيادة يا آخر العيادة يعني مش في أي وقت تيجي كده وخلاص لأ يمكن دكتور عمر من الدكاترة اللي بتوعي تقول ما تجوش ما تجي لي أنت حالتك مستقرة جاية تعملي إيه فالحمد الله يعني الحمد الله أن أنا بطبع معك يا ربنا يخليك هي النقطة أنه ساعات الناس بيزعلوا مننا والله أنا بالعكس أنا من مصلحتي الأول أن أنا طبعا الحالات تجي وعنا لما هتجي لي عشر حالات في العيادة في اليوم أحسن يبقوا واحدة بس هي النقطة كلها أنه إحنا المصلحة دلوقتي أهم عشان كده إحنا الناس الساعات بيزعلوا مننا من قلهم أن إحنا فتحين طوارق يعني ما ينفعش تجي لي حالة تقول لي أنا جاية تطمن على اللولة بما وضع وضع صح ولا يا دكتور وما سألها تت عندك نزيف أو وجه أو حاجة تقول لي لا بس عشان بقى لي خمس سنين أو عشر سنين من ركبات فهي أنا والله المصلحة أنا مصلحتي أكيد مهمة تجي لي حب أنا استفدت حتى مادية لكن أنا النقطة كلها أنها فعلا أنا لازم الناس يعوضوا في بيوتهم وما يجوش جد للضرورة أنا حتى الحوامل لما بيكلمون يقول لي ما جناش تابعنا مثلا متابعة الشهر ده أقول لها لو الأمور مستقرة وحاسة بحركة البيبي والدنيا كويسة تعليل الشهر اللي بعضه التحاليل اعمليها لو مش عايزة الشهر اللي بعض طالما الأمور مستقرة لكن لو حمل حرج عندنا أي عوامل حمل حرج هقولك تعليلي وهو ده بقى مقترب الفكرة أن أنا بحاول أوفر مكان للناس اللي حملهم حرج يجو يعني عشان كده أنا ساعات الحالات بيزعله يقول لي طب يا دكتور ما الحالات موجودة في العادة ما بيجو ما هيوة اللي موجودين هم دول اللي لازم يجو طوارق لكن غير كده ماينفعش ننزل نتطمن عادي أو نقول إن احنا حنسلي وقتنا ونروح للدكتور بعد أنتو كمان وفرت وإن أنا أتنقل يعني بس الفكرة إحنا بنحاول عشان بستغل النقطة إن احنا تيم وجبنا الصنار ده مخصوصا اللي بينتقل ويروح للبيت عشان أحاول برضو أخلي الناس يقعوضوا في البيت برضو انتقدنا شوية وقال لك ما أنت هتجيب لي الدكتور بالفيروس في البيت ما هو أنا لو عايزة حالك تطلع على السلم والدكتور يكشف ما عندنش مانع بس إيه النقطة إن احنا والله بنحاول بس نقلل خطر الطلوع من البيت على قد ما نقدر لأنه قلنا هو ده أهم حدث موضوع الكورونا أهم من أي حاجة تاني بس فبنحاول في العيدة نقلل العدد فمتزعلوش مننا والله ده المصلحتك أنا لو مصلحتي تيجو لي عدد الحالات أكبر دكتور ده ضمير يا دكتور يعني أنا مصلحتي إن انتوا تيجوا بس بالعكس أنا قوفا عليك وأنا كده وكده بنزل المستشفيات وبتعامل مع الأطباء أنا نزل أنا كده أو كده بنزل لكن هي النقطة كلها والله هو المستحياتكم فقط لغير إن الحالات اللي هي في حاجة إنها تروح والدكتور يكشف عليها اللي تيجي غير كده إحنا لو أجلنا شهر ما فيش مشكلة حتى حالات تأخر الحمل ساعات بيجي ويزعلوا مني إنها عايزة تعمل بس الفكرة إن تأخر الحمل لو بقاله سنة سنتين ثلاثة مش هتفرق نوم سنة وشهر أنا عارف إن إحنا يمكن يقوله ودق كلامه عشان أنت مش حاسس بالمشكلة بس والله ده أحسن من إن حضرتك تيجي تعملي حقن مجهري أو تلقيح صناعي أو تنشيطه وتتعبي أو تمرضي أو تاخدي العدو وبالذات زي ما حاجة بتقولي أنا عندي مشكلة كبيرة إن أنا اللي تيجي العيادة بتلاقي كل الخدمة فبالتالي لو جال حاجة هتقولك أنا من العيادة مثلا إحنا فعلا بنحاول نوفر كل حقا على قد ما نقدر ومن بقاش عاملين زحام على قد ما نقدر في العيادة طبعا إحنا في موضوع من الموضوعات المنتشرة قوي دلوقتي واللي بقى عدد كبير قوي 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 من السيدات عندهم تكييس المبايد مؤخرا عرفت إن فيه فرق بين متلازم التكييس المبايد وإن أنا يكون عندي كيس على المبيض وهشيله وخلاص يمكن الناس كتير مش فهمة الفكرة دي هو يعني إيه أصلا تكييس المبايد بصت حضرتك دلوقتي موضوع تكييس المبايد ده موضوع يعني كويس جدا حاجة بتكلمي فيه إن ده موضوع شائك وبعدين إحنا تقريبا هو بيجي بنسبة 10% للسيدات يعني أنا كل 10 سيدات حيبقى فيه منهم واحدة عندها تكييس وده نسبة كبيرة جدا الفكرة كلها إن أنا إمتى الست تعرف إنها تكييس عشان ما نبقاش بنتكلم كلام برضو علمي ونلخبط كتير هو التكييس المبيض ده حاجة الاسم مالوش علاقة شوية يعني مالوش علاقة هو عشان بحاجة بالمبيض المفروض تكييس المبيض ده يبقى اسم للدكاتر وإحنا نسميه اسم تاني عشان الناس ما يتلخبطوش لأن الكيس عن المبيض ده موضوع قبير بيبقى عندي كيس طالع فوق المبيض بيحتاج إن إحنا نشيله أو كده وده دكتور أحمد حيكلمني عليه عشان بالمناظير بالذات لكن إحنا تكييس المبيض دي صفة للسيدة يعني هي الصفة عندها إن المبيض عندها نشيط وبيطلع بويضات أكتر شوية وبيبقى أكتر نشاطاً من المبيض العادي طيب يجي لنا إزاي أو أنا وحكة وحدة في البيت قاعدة هشوف المبيض بتاعي يعني نشيط إمتى أقول أنا هروح للدكتور هشك إن أنا عندي إن أنا أول حاجة سواء بقى آنسة أو متزوجة أو لا إن أنا تبقى الدورة مش منتظم يعني أنا تبقى المفروض إن الدورة بتاعتي تيجي من واحد وعشرين يوم لخمسة وثلاثين يوم تقريباً يعني دورتها تيجي كل شهر ما بتجيش الدورة بتيجي تقولك يا دكتور أنا الدورة بتيجي لك كل ثلاثة أربع شهور لكن مش بتيجي كتير بتتأخر وممكن معلوق بتيجي كتير قوي بس ده ساعتها حيبقى اسمه نزيف مش دورة إن هي بتجي كل أسبوع أو عشر تيام ما هي النقطة دي أنا أي دورة غير منتظمة سواء قليلة أو كتيرة بس سواء مع تكايس المبايد بيبقى أكتر إنها أقل يعني بتيجي تقولك أنا بيجي لي في السنة ثلاث مرات بيجي لي في السنة مرتين وهو الفكرة إن تكايس المبايد دي بتبقى حاجة السبب الأساسي مش معروف لكن فيه عامل وراسي على عامل إن إحنا حاجات بتبقى موجودة زي زيادة الوزن تزود شوية من أهم الحاجات من في زيادة وزن فبالتاني بتبدأ إمتى تبين على السيدة هي بتبقى حاجة مولودة بيها صفة زي الطويل القصير اللي عينه سودة اللي عينه خضر يعني حاجة صفة موجودة يعني حاجة تبتل معاها العمر كله طول العمر ما هدين قطل لزي نفهمها بس بتظهر من سن 17-18 سنة لحد تقريبا سن 40 سنة أو 38 سنة فعشان كده إحنا لو شخصناها بدري حنعرف نسيطر بدري ونتعايش معاها إحنا كده أو كده مش بنعالجها يا دي بس المفهوم أنا ما فيش حد اللي أني ساعدت جيلي وتقولي أنا تشخصت بتخيص والحمد لله تعالجت منه فما بقاش فاهمة أولاني فخلاص خلاص آه يا دي حاجة بنتعايش بيها كل مرحلة بقى وليها إيه على حسب بقى إحنا آنسة أو متزوجة ومش عايزة أولاد داي علاج يبقى أنا حنظم لها الدورة بس أو إن أنا عايزة أخليك فبالتالي إحنا حنشوف الطرق اللي حنعمل بيها الفكرة كلها أن أنا إمت حد جيلي العادة استكمالاً لكلامنا لو هي عندها تأخر في الدورة أو لو عندها حبوب بتطلع كتير أحب الشباب بالذات أو لو عندنا شعر زيادة شوية ومش شعر إيد أو رجلين عشان الناس كتير مش فاهمينه لأنه دي بتبقى قابلية لكل سيدة لأ شعر باسمه يعني أنا شعر بيبقى في منطقة الدقن أو منطقة منتصر الصدر أو في البطن آه أن أنا لأي شعره مش شعر عادي شعر بيبقى كورس هير يعني شعر تخين شوية يعني زي شعر رجولي سن آه زي شعر الدقن آه الله ينور علي كيف عشان كده فأنا الحاجات دي معها أنه ممكن يبقى فيه زيادة الوزن وأكتر نساء بالناس اللي عندهم تكايس موبايد بيبقى عندهم زيادة وزن ممكن يجي في الناس اللي ما فيه زيادة وزن بس حاجة من الحاجات دي أول ما بتشتكي إن هي عندها تأخر في الدور مع شعر زيادة وحبوب شباب زيادة وفيه زيادة وزن ولو هي متزوجة تأخر حمل يبقى خلاص دي بتروحها على طول التكايس موبايد بتبقى هي آه عارفة بنفكر تكايس موبايد طيب عرفنا جات بقى للدكتور وعرفنا لازم نأكد التشخيص ده إحنا دلوقتي شكينا وخدنا التاريخ فبنأكده إزاي عشان كده دايما بنقول ما ينفعش الناس كتير أو بيزعالوا مني على الفيسبوك أو على الوقت سابق دي صورة تكايس مبيض بنحعمل التحاليل هرمونية نتأكد لأن هي فكرة تكايس الموبايد إحنا معنا الصورة نتكلم تمام إحنا دلوقتي دي صورة مبيض طبيعي مفهوش مفهوش حاجة آه ده كده صورة مبيض طبيعي ده كده المبيض الطبيعي ده طبيعي مفهوش حاجة ده زي أي وحدة عدد بواعدات القر السعودة اللي احنا شايفنا دي دي الواعدات الطبيعية بالعدد الطبيعي بتاع لكن في صورة تانية هنجيبها كده أيوة ده كده ده ده عنقود أيوة ده الفرق ما نبقل الحريك هو المبيض عامل أصلا زي حباية التوت عليه شوية قوار كده بتبقى هي دي البوايدات أنا عندي هنا بزيادة شوية شفتي فرق العدد بدلا ما هم عاشر بوايدات عندي عاشرين أو تلتين هو ده الاسم هم نسميه تكايس مبيض بس الناس مش فاهمين هي الفكرة لخبطة هرمونات هو عشان البوايدات تطلع وتبقى فيه دورة تحصل منتظمة فلازم بيحصل تحت التناغم من الهرمونات مع بعض فما بيبقى عندي اللخبطة دي من الهرمونات الجسم بتأثر مش بيعرف يعمل الدور فنلاقي البوايدات تطلع احنا كل شهر بتطلع عشر الـ 15 بوايدة في المبيض مفروض واحدة منهم تجبر وتكمل وهي اللي يحصل لها لما تحصل نموه معين وتبقى ماتيور أو النموه اكتمل تطلع من المبيض ده عشان تخدها قناة فلوب ولو فيه حمل بقى يحصل تمام فأنا عندي هنا بيحصل لي وقوف شوية ده بتجبر العشر 15 بوايدة مع بعض ويقفوا نعمل عليهم حالة بوسك ده يثباتوا مفيش واحدة منهم تجبر زي العادي وتفضل أعدالنا تعمل المنظر ده في المبيض فعلشان كده ما تحصلش الدورة فتيجي وتفضلي أعدالي البوايدات دي فده اللي أخر مش هنحس بمغاستاني شهر لما بتتراقع ما هي المشكلة كبيرة انها بتيجي عند 17-18 سنة وإحنا عندنا مشكلة كبيرة ان الأنسات بيخافوا ويجي تشف وما بيتخبش مصر ما بيتخبش وبيخافوا وبيفتكروا اننا لازم أكشف كشف نيسا فتقولك أنا حكش في الزي وانا أنيسا لا هو إحنا الفكرة ان احنا بنعمل زي ما نقول بناخد التاريخ وبنعمل تحليل وأشع وأول ما نأكد ان هي عندها تكييس مبايد بنقول لها ألف مبروك وهي تستغرب ألف مبروك انت فرحان يا دكتور أنا فرحان عشان لقيت سبب وبقولك تشخيص وحتى تعايش معاه آه هو من أصعب التشخيصات وحنحتاج ان احنا نتعايش معاه فترة طويلة بس ألف مبروك ان انت عرفت إيه السبب بدل ما تجيلي وبعندك تأخر دورة وانا مش عارف سبب وقاليف حواليه نفسي كدكتور مش عارف أطلع السبب فاحنا عارفنا لازم بقى نتعايش معاه وناخد العلاج المزبوط هي الفكرة كلها ان احنا هنفرق يبقى دي تكييس المبايد احنا قلنا الاسم ما يلخبطناه هو عبارة عن لخبطة هرمونات ومستمرها خلاص ومستمرها معياته العمر ومش كيس على المبيض بقى الدكتور أحمد يقول لنا مهضوع كيس على المبيض ده إيه دي حاجة تانية خلاص ممكن يبقى عندي كيس واحد بس كده خلاص واشيله وارتحت بالضبط زي ما دكتور عمر بيقول هو احنا يعني اهم حاجة الاول ان احنا بنفرق ما بين التكييسات اللي على المبيض وبين الكيس اللي عم مبيض التكييسات دي بتبقى اضطراب وظيفي يعني في خلل في الهرمونات انما الكيس ده اضطراب عضوي فيه كيس موجود على المبيض احنا بنقسمه انواع ممكن يكون كيس وظيفي ممكن يكون كيس مية ممكن يكون بطانة رحم مهاجرة عملاكي احنا بنقроб عليه كيس شوكولاتة ممكن يكون كيس حميد ممكن يكون كيس خبيث وبناء عليه احنا لما بنشخصه الاول بنعمل التحليل بتاعتنا ونعمل الاشاعة بتاعتنا نشوف برضو منظره على الاشاعة عمل ازاي التحليل عمل ازاي وبناء عليه بناخد طريقة العلاج بتاعت وبنحددها مثلا مش لازم يكون نعمل منظر ممكن يكون كيس صغير ومنظر احنا فاكرين دايما المنظر للتشخيص هو المزول للعلاج الاتنين تشخيص وعلاج يعني مثلا لو حالة مثلا ساعات دكتور عامرة مثلا بتبقى الحمل بتاعها متأخر او كلام من ده وهو شاكك في حاجة نخش نشخص بالمنزار نشوف فيه الساقات في الأنابيب نشوف فيه حاجة جوال رحم حاجز كلام من ده ورام ليفي منه تشخيص ومنه علاج فبرضه في حالة الكيس اللي عمي بيض ده مش لازم نعمل المنزار يعني لو هو صغير وإحنا شايفينه على الصنار هنتابعه مثلا أقل من 5 سنتي ممكن ناخد علاج ونكمل نتابع شهر 2-3 طيب كيس كبير أكبر من كده لا نعمل بقى منزار بس قبل ما نعمل المنزار برضو دي حاجة أنا بحب أكد عليها للناس إن احنا ما ناخدش المعلومة من أي حد يعني من قرائبنا وصحابنا وجراني لا ما ينفعش ليه لإن احنا بنعمل مثلا تحاليل قبل ما نعمل المنزار عشان نطمن على الأهم حاجة اللي هي مخزون التبويد بتاعنا الست بيبقى عندها مخزون عدد من البيضات فالمخزون ده هو احنا بنعمله تحليل نعرفه وبناء عليه بنقول هي مخزون التبويد بتاعها كويس خلاص احنا هندخل منزار جراحي نشيل الكيس ده هو بيأثر على مخزون التبويد يعني المنزار هيأصل لي على المخزون العملية آه ممكن تأثر احنا لو شنا الكيس بالجدار بتاعه بكده آه ده ممكن يقل المخزون التبويد بتاعه طب في حالة تانية المخزون بتاعها قليل وهي أصلا عايزة تحمل وكلام من ده خلاص ممكن ندخل نشفة المحتويات بتاعته بس ونسيب الكيس يعني مش لازم من غير ما نعمل الكوي أو حرق على المبعد عشان ما يقللش المخزون بتاعها يعني ده آخر مرحلة المنزار ده آخر مرحلة مش أول حاجة لا هو مش أول حاجة هي أول حاجة اللي الله حيتك عليها دكتور عمر وبعد كده بقى هي ايه بترجع تشوف لو هي عايزة تحمل بتاخد علاج معين لو مش عايزة تحمل بتاخد علاج تانية هيكلمنا عنه دكتور عمر طيب هو اللي عنده سنة أسهل إن هو يتعالج ولا اللي ما عندهوش سنة يعني أنا لو رفيعة وجاية وطلع عندي تكيس مبايد أنا ده سهل أتعالج عن اللي عنده سنة صح؟ لا هو سؤال مهم جدا الأول هو بالعكس اللي عنده سنة هيبقى أسهل إن هو يتعالج لأننا في إيدي هو أول خط علاج ما نسي خطول الحركة يعني أول إحنا دلوقتي شخصنا إن إحنا عندنا تكيس مبايد مش كيس على المبيض ده زي ما دكتور أحمد قلنا يعني دي حالة تانية خلاص بممكن تجراحها أو بعلاق طبية أو كده تروح تكيس يبقى أنا قلنا صفح أنا أتعايش معها وقلنا إن إحنا خلاص حنفضل ماشين معها رحلة طويلة طويلة طول العمر نظبط الموضوع فيها هرمونية فهي لخبطت هرمونات تمام أول خط علاج بقى برضو عشان الناس بيفهموا أول خط علاج وأهم من كل الأدوية أو من كل الجراحات أو من أي حاجة هو إن إحنا لازم نخس من وزننا لو إحنا تخان أو فيه زيادة من الوزن بيزاعد كتير يعني؟ وأهم من كل الأدوية الحنية عشان كده لو هو سيدة عندها زيادة من الوزن وعندها تخيص مواد أسهل من الوزن الطبيعي لأن لو هي مع أنداش زيادة وزن يبقى هي شالت لي أهم طريقة في العلاج أو أهم خطوة اللي هي تقليل الوزن وتزبيط أكلنا إحنا حتى دلوقتي بقى إنا بنقول كنا زمان نقول لهم وزن معين لو جات لي حالة 100 كيلو أقول لا لازم توصل لي 70 كيلو بس حتى دلوقتي بقى إنا بنعملها بطريقة أسهل وأحسن وأكتر يعني استجابة الحالات لأن ما بقول وزن كبير أو مش بيعرفوا يخصوه فبقى إنا نقول قاعدة عامة نحن نحاول نخص من 5 إلى 10% من وزننا فإن كان وزننا كام 100 كيلو يبقى خصة 15 كيلو عشان كده فيه أياد التغذية عندكم في الوزن لأن ما هم جدا جدا وحتى الدكتورة معنا دكتورة ميران سكر بتشتغل على الموضوع ده لأن هي عارفة إن إحنا خلاص طرق إيه طلبنا إيه كانسة مش بدخل لدخلها الحالة عشان تخليها لي مانيكان أو موضل لا هي بتخصصها لي القيمة المعينة عشان أعرف لسبب مرضي أعمل معه أيها الخطة العلاجية فإذا أول علاج للتكايس المبايد إحنا المفروض نقسمه لو سيدة عايزة حاملة أو لا مش عايزة حاملة أو آنسة لكن في كل الأحوال إحنا عشان برضو فيه مفهوم خاطئ إن أنا تجيلي واتشخصناها تكايس مبايد وهي متجوزة وعايزة تحمل دكتور عامل لي تنشيط لا أنا لازم الأول قبل ما نشط لأننا اتفقنا أننا عندنا البوايدات قعدة مكانها مش بتطلع مش بتتحرك أنا لو نشطت البوايدات دي لأن دي حاجة مشهورة أو غلطة مشهورة ممكن نعملها حتطلع للبوايدات حنسميها شوية بوايدات ممششة قديمة موجودة مكانها فهتطلع حنشطها حكبرها واشوفها حلو بالصنار وقولها يلا حنعمل علاقة في واقت معين أو تلقيحة أو كده بس مش هيحصل حامل ولا حصل حامل يحصل سقاطة لأن البوايدة جودتها وحشة بايزة فجانين جودتها وحشة عشان كده احنا الخطوة الأولى لازم نقعد 6 شهور والحالات دي يزعون مني شوية مقول لهم الكلمة دي أزبط قبل ما أبدأ أخد خطوة يعني سواء أنيسة أو متزوجة عايزة أولاد أو مش عايزة كلهم حامل لهم نفس البروتوكول عايزة نفس عايزة نفس ده العمر كل كل يوم نص ساعة رياضي حتوفر معها يعني الأدوية وحتسهل علينا المشوار بدل ما أدي الأدوية نعم أنا كمان سوري المركز دكتور تمام فزي ما بقول لحضرتك فهنا عينمشي مع بعض الست وشهور ايه تاني المسلس احنا تكلمنا على تقليل والوزن والنظام الدايت اللي حنمشي عليه والرياضة المسلس التاني النقطة التانية في المسلس إن احنا هناخد دواء مخصص للتكيوسات اللي هو أما بنقول للناس هرمونات اللي هو موانع حمل دي بتبقى مشكلة كبيرة أول ما اكتب روشيتة وتنزل الحالة بالذات لو أنيسة ويروح السيدلية وما يلاها السيدلية ده مانع حمل هو حريك بتاخد تقوم كلماني يا دكتور ده انت كاتب لي مانع حمل ما هو احنا التفنو إحنا منخاف من كلمة هرمونات دي ما هذا ضروري ما هو انا لو ما تعالكتش بالهرمونات هقدي حسيب التكاييسات تبقى موجود وبالنقطة دي نحنقول للحالك بعد وخلاص هلعج حقول لك بقى الحوزة مهمة فالمهم إحنا بنيدي الرياضة مع تقليل الوزن مع النظام غزائي معانا الدواء اللي هو مخصص عشان يعالج لي موضوع الإنسولين اللي جسمنا بيستجيب له اللي هو الميتفورمين أو اسمه التجاري جلوكوفاج أو السيتوفاج ده أساسي ده أساسي معانا دول اتنين كورنرستون اتنين أركان مهمة في العلاج مش هبقتل سيتوفاج عمري كله أه عمري كله الركن التالت وده وأنا عارف سيء وأنا عارف إنه بيكتبه والسيتات بيحبوني بيداً جداً 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 أنا عارفين بس بنحاول نستخدمه بالجرعة المناسبة نخديها جرعة لأول عالم جسمها هياخد عليه وبعدين نفضل مع بعض ريحة ممكن شهر ونكمل وهكذا الركن التالت الأدوية اللي هي الهرمونات اللي السيتات بيخافوا منها بس أنا لازم أدي الهرمونات ليه بقى أنا ممكن سيت تجيلي وشخاصها وأقول لها أني تتشقيس مبايد وتكون مثلاً هي متزوجة مش عايزة أولاد أو آنسة لسه مش مجاوزة وتقول لي طب مش مشكلة أنا متعايشة أن أنا دورتي بجيلي مرة في السنة بس مشكلة يعني بالعكس أنا مرتاحة كده إحنا لو ما تعالجناش ولو ما جلناش على الأقل 8 دورات في السنة إحنا ممكن نبقى أكثر عرضة بعد الشر لتحولات سرطانية في الرحم وفي الثدي فعشان كده دي نقطة مهمة جداً هو مش موضوع أن أنا متعايشة أن أنا دورتي مش بتيجي أنا مش عايزة أخاف الناس فعشان كده تتكايس المبايد ده موضوع مهم جداً يعني مفعش أعالج وأجيب بيبي وارجع تاني معالجش أيها هي دي نقطة معالجش بعدين أرجع أجيب بيبي وارجع معالجش وأنا بلال الحالات تجيلي ونبقى مع ماضي نمش الرحلة وتحمل ونولد وبعدين تختفي من عندي سنتين ثلاثة وتجيلي تقول يلا بينا تاني طب جاتلك الدورة قد ايه مدام في السنتين ثلاثة تقول مرة والله يا دكتور عمرتين بس خلاص ما أنا كنتش عايزة أولاد ما أنا كنتم استنيها إيه ومش واخد وسيل وكأنها وصلتنا مع حملي فدي مشكلة كبيرة جدا أنا لازم الدورة تنزلي على الأقل لتمن مرات في السنة مش هنقول الطبيعة 12 ل13 مر فعشان كده إحنا بنفضل في العلاج كل هدفنا إن إحنا ننظم لها الدورة الأول وأول ما نوصل لتنزيم الدورة كل السيدات نبتدي نشوف بقى طلبهم التاني لو تأخر حمل يبقى نشوف العلاج فحنبدأ برضو في حاجة مغلوطة شوية إن إحنا تكييس سيئة المبايد مش هتحمل إلا بحقنا مدهاري بالعكس أنا لو عندي أربع سيدات عندهم تكييس مبايد ومتأخرين في الحمل واحدة منهم بس اللي هتحتاج حاجة مأدهاري يعني ربع السيدات اللي عندهم تكييس مبايد هو اللي ممكن تحتاج الثلاث تربع بالعكس أول ما تمشي على البروتوكول بتاع الأكل والنظام الغذائي وإنها تكد الأدوية الهرمونية وتخس أول ما نضبط لها الدورة يعني نوصل لدي بتحمل ساعات كتيرة اللي وحدهم حتى من غير ما ندي تنشيط أو تحتاج الغالبية العظمية بيحتاجوا تنشيط لمجرد إن أنا أساعد الجسم في الأخبطة دي طلع بوايدة واحدة سليمة من الكتير فهي اللي حصلها تلقيح لكن الحال المجهري مش محتاجينه ومش على طولنا توجه بحال مجهري النقطة التانية موضوع العلاج الجراحي بقى زي ما دكتور أحمد قال مش محتاج المنظار اللي هو إلا لحالات اللي هي أنا حالة جربت معا كل الطرق وخسينا واخدنا الأدوية وانتظمت الدورة وعملت حقن مجهري ومش بتستجيب ليه الله علي بوايدات أو مش بينجح كذا مرة نبتدي إن بيستخدم المنظر نعمل بقى الطريقة الجديدة دي اللي هي حاجة اسمها تثقيب المبيض بالمنظر ودكتور أحمد بقى اللي يقول لنا عليها هيكلمنا أكتر عليها لأن هي بتبقى ساعات مفيدة لأن زمان كان فيه طريقة قديمة فشان كده كتور أحمد يستنى عليها إحنا المفروض يكون معنا حلقات كتير جدا لأنه الموضوع رائع جدا وشيق جدا ومش ده بس يعني إحنا فيه مواضيع كتير قوي خاصة للسيدات وفيه معلومات كتير مغلوطة يعني إحنا بنسمع من بعض إحنا ما عندناش مصدر علمي بناخد منه المعلومة شرفتوني جدا أتمنى إن الوقت كان يبقى أطول من كده بكتير إن شاء الله وأنا سعيدة بجد إن أنت كنتوا معي ديو في النهاردة أنا سعيدة جدا 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 وإن شفت حضرتك حشان بقلنا شهرين ثلاثة وإن بنتقابل هنيجي بقى العيادة من تابع إن شاء الله من النهاردة كنا غيرنا معنا الفورتول ما عليش شكرا جزيلا لكم أنا مبسوطة جدا وإن شاء الله تتعود في حلقات تانية أكتر فاصل سريع وهنرجع لكم تاني مع فقرة مميزة جدا